هو طرد مدور من الاتحادية الجزائرية ومن الكرة الجزائرية اللي هو اكتشف العديد من اللاعبين وتواصل مع العديد من اللاعبين لازم على ولي تصادي كلهم يحاوزهم وينحيهم وأمر مهم جدا السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو قبل ما بدأوا ما تنسوش اكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنسوش تعطونا اعراكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم مرحبا بكم كل حب والاحترام للجميع اول شي نبدأوا به في هذا الفيديو رحنا تكلموا على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كما راكم تشاهدوا معنا هذا الوثيقة الرسمية من الموقع الفاف للاتحادية الجزائرية لكرة القدم رسميا ولي تصادي يقوم باقالة مدور من منصبه كرئيس للرابطة الوطنية الجزائرية المنحرفة ما نقدرش نقولها محترفة للأسف الشديد في الاوضاع اللي فيها والمشاكل اللي فيها تنطبق عليها كلمة منحرفة وليس محترفة ونتمنى مستقبلا تتنظف البطولة وتتسجم وتولي مستقبلا محترفة شوية المهم كما راكم تشاهدوا معنا الأمور الرسمية سبقا تكلمت عليها البارحة في الفيديو وقلت أنه رسميا مدور تم إقارته العديد من الناس قالوا لي لا ما كانش منه هاد الخبر وخبر غير صحيح شوف كم من مرة نقولها إذا ما يكونش خبر صحيح مئة بالمئة ومانيش متأكد منه أنا واحد من الناس ما نهضروش وما نتكلمش عليه وما نقولوش وشيء هذا صراحة يفرح لأن خطوة جيدة دارها وليد صادي هو طرد مدور من الاتحادية الجزائرية ومن الكرة الجزائرية لأنه مدور لم يقدم أي إضافة صراحة للبطولة الجزائرية منذ أنه حاكم البطولة الجزائرية والبطولة رايحة في تدهور كبير جدا لا تقدم ولا تطور ولا أي شيء مدور دائما نسمع عليه إلا الأخبار السيئة أو تضارب مع الرئيس الفلاني مشكل مع الأنصار الفريق الفلاني مشكل مع النادي الفلاني صراحة إنسان بهذا العقلية ما يليقش في هذا المنصب لازم يكون إنسان يعرف يتكلم إنسان يعرف يتحاور مع الناس إنسان كيفاش يصلح الأوضاع تلكرة الجزائرية ولكن مدور كتشوف شخصيته وتصريحاته وكلامه اللي كان يقولها تا إنسان خلاص أنا الزعيم في هذا المنصب واحد ما يقدر ينحيني وندير واش يقول لي راسه وهكا كان يتعامل مع الناس بالعقلية سيئة جدا اللي ما تطورش الكرة الجزائرية وخلقت العديد من المشاكل لهذه خطوة موفقة جدا لي ولي تصدي أن نغير هذا الرئيس وعوضها برئيس آخر بطبيعة الحال نتمنى أنه الرئيس الجديد اللي هو محمد آمين مسلوق كما راكو تشاهد معنا الموجود معنا في هذا الصورة واللي هو الرئيس السابق لنادي بن عكنون اللي عينه ولي تصدي كرئيس للرابط المحترف الجزائرية ولكن ما عينوش بشكل نهائي معين فقط بشكل مؤقت من أجل إدارة شؤون الكرة القدم الجزائرية باش ما يبقاش المنصب فارغ بعد طرد مدور من هذا المنصب نتمنى التوفيق لوليد صدي وإن شاء الله يلقى الرجل المناسب في المكان المناسب والإنسان اللي يطور الكرة الجزائرية ويقدم الإضافة لأن نشوفه حاليا الأندية الجزائرية صراحة تعاني معاناة كبيرة جدا سوى الأندية اللي موجودة في البطولة البرمجة سيئة جدا ورديئة جدا دائما موجود فيها المشاكل وتأجيل المباريات وأمر غريب جدا ورانا نشوفه حتى الأندية الجزائرية اللي تلعب باش تصرف الجزائر سوى اللي يلعبوا مؤخرا سوى اتحاد العاصمة أو شباب بالوزداد هذا الأندية رغم أنه في الجزائر العاصمة موجود العديد من الملاعب اللي هي جيدة ولكن يروحوا حتى الوهران باش يلعبوا في وهران لأنه الملاعب الأخرى مغلقة ما هو سبب لأنه السوء التسيير اللي يأدى إلى مشاكل في الملاعب وإلى مشاكل في هذا البرمجة كلها إن شاء الله وليت صدي أيضا بعد ما أنه ترد مدور لازم على وليت صدي أيضا حتى الإدارة الموجودة في الرابطة المحترفة الجزائرية يغير كل الناس وكل اللي يعملوا في الرابطة لازم يغيرهم يخلي الناس اللي عندهم كفاءات والناس اللي عندهم إمكانيات وليقدروا يقدموا الإضافة يخليهم والناس اللي يشوفهم ما يقدروش يقدموا الإضافة والناس الفاسدين الموجودين لازم على وليت صدي كلهم يحاوزهم وينحيهم وأمر مهم جدا لازم على السلطات الجزائرية أنها تحاسب هذا الناس سوى كان مضور أو كل المسؤولين الفاسدين أنهم يتحاسبوا على الأموال وين درتوها وين صرفتوها وعلاش هذا الفساد موجود حاليا في الكرة الجزائرية لأنه السبب بتاعه هو ما هذا المسؤولين الفاسدين الموجودين حاليا وأيضا حاب نتكلم على أمر مهم قبل كي تكلمت على مضور في الفيديو السابق شفت العديد من الناس شلف لأنه مضور من شلف عديد من الناس شلف قالوا لي آه كي مضور من شلف وانت صديقي ما كانش مشكل مضور من شلف أو مضور من وهرن أو مضور من ويتسوف أو مضور من العاصمة أو مي همنيش يعني همني مضور كأفعاله وجدار إيسان كان فاشل ولم يقدم الإضافة للكرة الجزائرية كناس شلف ما عنديش مشكل مع أي إيسان في الجزائر كل الجزائريين ولاد بلادي ونحترم كل الناس ونحترم جميع الولايات كافاكم هاد العقلية اللي هي نشوفها متخلفة عقلية محصورة آه إحنا أولاد شلف آه إحنا أولاد وار آه إحنا أولاد العاصمة كاش من إحنا كامل أولاد الجزائر ولازم نتكلمه كلمة حق هو ما قدمش الإضافة لو كان جاء مضور وقدم الإضافة نقولولي يا أخوة برافو عليك وتحيي لك كبير ولكن لم يقدم أي شيء يذكر والحقيقة لازم نقولها ولازم مضور كان لازم يتنحى منذ زمن طويل لفائدة وليم مصلحة الكرة الجزائرية كما تشاهد معنا أيضا الخبر المفرح رسميا والد صادي يعين محصن حمور في الاتحادية الجزائرية كعضو وخالية من أجل اكتشاف المواهب الموجودة في أوروبا محصن الغني عن التعريف اللي هو صائد المواهب الجزائرية في كل أنحاء أوروبا ومكتشف المواهب اللي هو اكتشف العديد من اللاعبين وتواصل مع العديد من اللاعبين صراحة التفاتة جيدة ورائعة جدا من وليد صادي من الأشياء الثاني والثلاثة اللي دارهم في هذا الأسبوع جميلة جدا أول شيء مع طرد مضور رائعة جدا مع أنه استقدم وجاب عن طريحها زائد على ذلك أنه يعين محصن صراحة أمر مهم جدا وهذه هي الطريقة والعمل الصحيح هو التشبيب الاتحادية الجزائرية بأفكار شابة بناس يحبوا بلادهم بناس يحبوا يخدموا محصن هذا من قبل كنا نعرفوه الناس اللي يعرفوا ويتبعوا الكرة الجزائرية يعرفوه غني عن التعريف صراحة إنسان جد محترم إنسان يحب بلاده إنسان اللي دائما يجيب اللاعبين وينشر اللاعبين ويتواصل مع اللاعبين في كل أنحاء أوروبا ويقنحهم باش يمثلوا المنتخب الجزائري ويدير كل هذا الشيء قبل بالمجان لم يكن يتقاد أجرا ولا أي شيء فقط لأنه هو عايش في أوروبا ويحب كرة القدمة الجزائرية ويعمل هذا الشيء من أجل الوطن لها أكثر ولا أقل واليوم ربي جزاه بهذا المنصب ويستحقوا كل الاستحقاق صراحة ونتمناولوا كل التوفيق كما ركوا تشادوا معنا هذا المنشور لمحسن وقتاش في 2015 كان يتكلم على شكون كان يتكلم على أمين قويري وتواصل مع أمين قويري من أجل أنه باش يمثل المنتخب الجزائري وهنا وقتها أمين قويري كان يلعب في نادي ليون في الفئات السنية يعني في الأساغر تاع نادي ليون ومحسن تكلم معاه وتواصل معاه والحمد لله اليوم رأنا نشوفه الحلم هذا اتحقق وأمين قويري صار لاعبا يمثل المنتخب الجزائري وشفناه من قبل أيضا أنه تواصل مع جوان حجام كما ركوا تشادوا معنا وتكلم معاه قبل ما يجي للمنتخب الجزائري وقبل ما يديروا جمل بالماضي في القائمة وكل شيء أول من تواصل مع جوان حجام كان هو محسن برافو عليه صراحة عمل كبير ويديروا وعمل رائع جدا واللي تواصل مع العديد من اللعب